أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من المنتجة هارد لك هارد لك لكل المصريين كلنا زعلانين وكان نفسنا نشوف منتخبنا وفريقنا في كاس العالم ولكن مش عايز أقول يعني أن فيه فرقات كبيرة على المستوى الفردي مش على المستوى الجماعي فيه فرقات كبيرة لصالح المنتخب السنغالي ولكن أنا بأكد مرة تانية الكلام اللي أنا قلت لحضراتكم ليلة المباراة الأولى إحنا ما عملناش معياش فعلانة بالتواجد في كاس العالم ولا يمكن قلت لكم الكلام ده بعد المطش الأولاني وقلت إحنا كسبنا لكن ما لعبناش كرة ب3 جنيه ولما قلت الكلام ده فيه ناس كتير قوي في مصر اللي هي الناس بتوعك كرة واللي هي الناس الجمهور الجمهور العادي اللي بيقابلني في الشارع والناس اللي بتبعث لي مسجات والناس ما عرفهمش لكن على تواصل معايا دايما بيقولولي أنت الوحيد اللي قلت الكلام اللي إحنا عايزين نقوله لكن فيه ناس تانية زيعلت مني قالت إن لا ما نفعش ميده يقوله في الكلام ده في التوقيت ده لا فيش حاجة ما فيش حاجة في الكرة وفي الرياضة اسمها توقيت في حاجة اسمها إن انت لازم في وقت من الهوقات لما تكون حاجة فيها مصلحة بلدك إن انت لازم تقول الحقيقة لازم تقول الحقيقة حتى لو ده كلفك إن انت تقعد في البيت مش مشكلة بس انت بينك وبين نفسك انت روح تنم تحطي الدماغك عما خدها انت قلت الحقيقة دي الحقيقة يا جماعة أنا راجل لهو بتاع الكرة بقولكو ما ينفعش إن احنا نسعى الكاس عالم وإحنا منتخب ما بينقلش الكرة على بعض خمس ست نقلات خمس ست نقلات ما ينفعش النهاردة اللعيبة رجالة أقول اللعيبة رجالة بتقاتل بتقاتل أنا ما عنديش عقم مش هشكك في الكلام ده وشايف الكلام ده بعناي وكلكم شايفينه كلكم شايفينه اللعيبة بتقاتل لكن هل القتال في قرة القدم يكفي؟ كان خلاص بقى كل الناس بتاعت الجودو والتايكوندو والناس بتاعت الكونجفو وبتاعت الكراتيه كانوا لعبوا كاس عالم وخدوا كاس العالم آه القتال مهم والقلب في الكرة أهم حاجة تقدر تبني عليها لكن فين فين النهاردة لعيبة منتخب مصر اللي النهاردة حتى تحت الضغط بيمسك الكرة ينقلها سبع تامن نقلات تسع نقلات عشر نقلات فين؟ الكلام ده مش موجود لا في المباراة القول على ملعبك في وسط ستين سبعين ألف ولا في المطش ده لعبنا ست سبع دقايق كويسين قوي قوي اللي مزيزه ينزل وروحنا بكرتين ضيعناهم إنما غير كده لا نقلت ديها ستين يعني يمكن تقريبا خمس ست دقايق الباقي كله بندفع بندفع بنشلت بنشتت بنلعيبة بتقتل في الكورة المشتركة كل ده على دماغي حارس مرمى ممتاز الشناوي كل ده على دماغي إنما هل في كرة القدم القتال يؤهلك لكاس العالم ويكاسبك بطولة؟ لا القتال تقدر تبني عليه فنيات بقى تقدر تبني عليه فنيات نمى مع كامل احترامي مع كامل احترامي اللعيبة النهاردة ما كانش عندها الشجاعة فنيا إن هي تلعب كورة وتمسك كورة زي ما طول عمرنا شفنا كباتنا الكبار اللي في المواقف الصعبة بتمسك كورة على الأرض وتلعب كورة أيا كان قدام مين؟ حدش يقول لي فوارق ومش فوارق منتخب السنغال منتخب جامد كان بقولكو النهاردة بيلعبوا متوترين وخايفين ومرعوبين وكان النهاردة لو احنا عندنا العيبة عندها الشجاعة إن هي تمسك كورة وتنقلها على الأرض وإن هي تسيطر على المباراة أنا بقولكو كل النهاردة هنسعد كاس عالم ما نروحش درباء الجزاء لعبتنا نازل أول ربع ساعة مرعوبة مرعوبة من الموقف ومن المنافس وكله خايف يغلط ليه كله خايف تغلط؟ ما تغلط ما تغلط هي الكورة كده إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ اغلط خلاص بتلعب كورة وغلطة بسط بسط غلط داخل الجل خلاص إيه المشكلة؟ ما كلنا وإحنا بنلعب غلطنا وعايشين الحمد لله والدنيا كويسة وما فيش أي حاجة لكن النهاردة إن أنا أنزل وفرق كويس قوي ما بين خط إن أنت خايف مش خايف إن أنت بتقاتل لا بتقاتل بس خايف تلعب كورة خايف تمسك الكورة وتقف عليها وتلعب كورة النهاردة؟ النهاردة والله هي دي الحقيقة اسمعوا من أنا أنا بقول لكم الحقيقة أنا راجل بتاع كورة أنا مش إعلامي كنت شغال مش عارف إيه بتاعه بقد دلوقتي باتكلم في الكورة لا أنا بتاع كورة بلعب في ناجي الزمالك من أنا عندي 8 سنين وطلعت أسافرت لعبت درجة أولى في الزمالك وأنا عندي 16 سنة لعبت منتخب مصر وأنا عندي 17 سنة وسافرت احترفت ولفت دول ورجعت ودربت وحللت وكل حاجة غير كده بقى مش هقول لكم إلا الحقيقة على جو سيتي هقعد في البيت هقول لكم الحقيقة لما قلت لكم بعد الماتش الأولاني يا جماعة إحنا ملاقبناش كورة تشفع لنا إن إحنا نبقى موجودين في كاس العالم بقدش راجل بتجنة على حد